قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يتحدث عن مصادر أو وسائل أو عمليات عسكرية خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وأضف تيلرسون أنه خلال الاجتماع جرت مناقشة سلسلة واسعة من الموضوعات من بينها التهديدات والجهود المشتركة المتعلقة بمكافحة الإرهاب كما ناقشا طبيعة التهديدات المحددة